الأساليب التي ينتهجها الساسة في التعامل مع ملف النازحين واستخدامه كورقة انتخابية لم تستطع أن تغيب حقيقة ما تعانيه هذه الشريحة من أزمات ومصائب فبعد أربع سنوات على انتهاء المعارك في مناطقهم يفترض أن الذين تركوا ديارهم تحت وطأة القصف والقتال أن يعودوا إليها بيد أن الذي يحدث هو العكس تماما فهم يعودون إلى مخيمات النزوح مرة أخرى بفعل سوء الخدمات وتردي أوضاعهم المعيشية ويعيش قرابة مليون نازح عراقي داخل مخيمات ومراكز إيواء في محافظات عدة خاصة الشمالية والغربية وغالبية النازحين هم المحافظات نينوى وصلاح الدين وديال والأنبار والتأميم ويؤكدون أنهم وضعوا بين خيارين أحلاهما مر وهم على الرغم من رجوعهم لديارهم ومحاولتهم التأقلم وتحمل شظف العيش لكنهم اضطروا في النهاية وعلى مضض إلى العودة مرة أخرى للعيش في المخيمات لا فرص عمل ولا استقرار لا ماء ولا كهرباء ولا خدمات نهيك عن المشاكل الأمنية التي يواجهونها كل يوم وأمام هذا الواقع الرهيب قلبت حياتهم رأسا على عقب لدرجة أنهم صاروا مغتربين في بلادهم وتؤكد وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق أن ظاهرة النزوح العكسي تزايدت بسبب التحديات الناجمة عن انعدام الخدمات والدور المهدمة إلى جانب المشاكل الأمنية بينما يقول نواب في لجنة الهجرة والمهجرين أن النزوح نحو المخيمات البائسة يبقى أفضل قياسا بواقع الخدمات المترد في مختلف أنحاء العراق ناقص خطر تدقه شريحة واسعة من العراقيين الذين صاروا يفضلون حياة النزوح في مخيمات العراء على الحياة في مدنهم وقراهم وما يزيد الوضع قتامة أن حياة مئات الآلاف من العوائل صارت مادة للمتاجرة السياسية بدلا من البحث عن حلول حقيقية لما تعرضوا لهم من فضاعات وأهوال طيلة السنوات الماضية وما يتعرضون له اليوم من قلق وعدم استقرار